منتصف الأسبوع المقبل هو الموعد المرجح لاستكمال التصويت على الموازنة داخل اللجنة المالية بعد إنجاز معظم فقراتها وبنودها وموادها الأصلية والمضافة سوف ننتهي بشكل نهائي من إكمال الموازنة التي أرسلت إلى مجلس النواب وبإذن الله تعالى تكون موازنة تلائم مع البرنامج الحكومي عاصة المجلس المتمثل بالسيد الحلبوسي وكذلك النائب الأول والنائب الثاني هم على تواصل مستمر بتواصلهم هذا المستمر وسوف يختم على كافة التفاصيل والفقرات المطلوب إضافتها أو تعديلها في قانون الموازنة ولم يتبقى من قانون الموازنة سوى بعض المواد المتعلقة بحصة الإقليم والمواد التي تخص الشرائح والفئات التي تطالب بالتعينات والتكهيف أسوة بأقرانها في موازنات الأعوام السابقة وزارة المالية معنية بالتسريع بموضوع إصدار تعليمات لتنفيذ هذه الموازنة هي الحقيقة تمتلك مرونة في عملية النقل بين الأبواب بين الفصول وهذه المرونة هي التي يمكن أن ترضي بقية المحافظات خاصة أن هناك اعتراضات كانت على أن هناك تخصيصات لبعض المحافظات أدنى من احتياجاتها فوجود مرونة مالية لدى وزارة المالية ولدى بقية الوزارات الاتحادية على أساس أن المفاق سيكون حسب المحرومية وحسب مستوى الفقر ووفقا للسياق الدستوري فإن قانون الموازنة داخل اللجنة المالية بعد استكماله سيرفع إلى رئاسة البرلمان لتحديد موعد التصويت عليه نهاية الأسبوع المقبل سجا جاسم العراقية الإخبارية بغداد